السلام عليكم وكنتمنى تكونوا كاملين مزيانين والصحة ديركم زيانة اليوم غادي نشارك معاكم عصيري منزلي لي ماداق دياله الصراحة خاطر وخاتر ونفس ماداق ديال عصيري اللي كنشروبه باجد فكنتمنى يعجبكم واذا عجبكم ما تبخلوشي علييا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى وصلكم الجديد يالقنات وذا ببسم الله غادي نحتاج واحد الكاثرونة غادي نكون فيها نص جيترو ديالحليب وغادي نزيد الى الحليب اربعة مغارف كبارين ديال سكر سانيضا وذا با غادي نضيف واحد شاصية ديال فلان ديال الفريز كيف ما كتشوفوا معايا قول لي رنتي نبديتي معنا بالعاصر وذا بكتوجد فلان هاد عاصري راح هو واكي يوجد بهذا الطريقة هادي سراحة تيقو بيا راكي يجي واحد العاصري اللي هو خطير بزف كي يجي ما تقديره مزيون من بعد ما فاط غطيته حتى برد وحتى جمد في حال هيدا كيف ما كتشوفوا معايا ضروري تخلي واحد ساعة ونوص او لا ساعة حتى كي يبرد وكي جمد ذا با غادي نحتاج الفريز عندي هاد زلافة كبيرة عامرة بفريز اللي نقيتو وخسلتو وقطعتو هيدا باش نكبو فح الخلاط كهربائي من بعد ما غادي نضيف ديك الفريز كامل في الخلاط الكهربائي ذا با غادي نضيف موسكس زايد واحد شوية ديال الخليب اللي هو بارد وغادي نطحنو مزيان مزيان عاد باش غادي نضيف ديك فلان لكن عندي فكسرونه جامد او لا عاقد غير هاد المرة ما غاديش ينتحن مزيان يعني عن نطحن عير واحد شوية نشوف ديك العاصر تخلط لي مع هاد فلان سافيك اتوقف يدك باش هاد العاصر كيبقى محافظ على ديك التقالة ديالو او لديك الخطورية ديالو وتقو بيا هاد العاصر كييجي مدق ديالو خاطير وننص يطرو ديال الحليب اللي عدس بها فلان كتع تاني يطرو واحد كس اخر اللي مع مارشي ننص ديال العاصر مهم انا صورت هنا يا غير جوش ديال كيسان كبارين ولكن ابقوا لي جوش كيسان في حل هيدا اللي هما كبارين واحد نص كس فكنت من هاد الفيديو يكون عجبكم واستنوني في فيديوات واحدين اخرين وما تنسوني شي من لايكات ديالكم